قال الشارح رحمه الله روي أن أبان بن عثمان روي الحديث عن أبيه كان قد أصابه طرف فالج فجعل رجل ينظر إليه فقال له أبان أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقوله يومئذ لينضي الله علي قدراه هذا أبان ابن عثمان ابن عثمان ابن عثمان يروي الحديث عن عثمان ابن عثمان عن أبيه لكنه كان أصابه فالج الفالج الذي يسمى الشلل فكان إما يدها اليمنى أو يدها اليسرى بها الفالج يعني ما تتحرك ما تتحرك يده فكان مرة في مجلسه روى الحديث روى الحديث وآخره لم يضره شيء واحد من الحاضرين خذ يحد النظر على موطن الإصابة التي فيه وكأنه لأنه فيه مثل ما يقال لغة للعيون تعرف أحياناً يعني أحياناً ينظر إليك شخص وتعرف أنه يسأل يريد يستفهم عن كلمة قلتها تعرف من نظرة أنه يسأل وحياناً ينظر إليك وتعرف أنه يستنكر وهما تكلم تقول ليس الخطأ الذي عندي وهما تكلم لكن نظرة العيون أحياناً تشعر أنها يعني مستنكر يسمونها لغة العيون من نظر الإنسان يعرف أحياناً ماذا يدور مثلاً فيه فهذا رجل الآن يروي أبان هذا الحديث وآخره لم يضره شيء ثم أخذ ينظر إلى هذه الإصابة التي فيه وكأن عينه تقول وماذا عن هذه الإصابة التي فيك وأنت تروي هذا الحديث وأنه لم يضره شيء وأنت الآن فيك هذه الإصابة فقال له أبان ما تنظر إيش هذه النظرة ما تنظر في رواية للحديث قال ما تنظر يعني ما هذا النظر يقصد النظر الذي يتضمن إيش يتضمن استنكار قال ما تنظر هما تكلم الرجل قال ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك هذا كلام عظيم أما إن الحديث كما حدثتك ما معنى كما حدثتك يعني كما رويت عن أبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أمر الحديث حق لا ريب فيه أن كلام الصادق المسطوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ يعني اليوم الذي أصبت فيه لم أقل نسيته ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدرة وهذه القصة يستفاد منها أهمية المواضبة على هذا الذكر وغيره مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم كل يوم ومر معنا قصة القرطبي مثل هذه قصة القرطبي لما نزل بالمهدية ولدغته عقرب قال قال هذا يقول القرطبي هذا الحديث علمنا صحته علمنا صدقه صحة وتجربة صحة من حيث الإسناد وتجربة من حيث واقعنا العملي يقول منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة نسيته في المهدية فلدغتني عقرب ليلة نسيته نزل منطقة ونسي أن يقولها ولدغته في الليل العقرب فمثل هذه الأذكار العظيمة يعني يحتاج أن المسلم يجتهد في أن يجعلها وظيفة ثابتة ثابتة يومية يواضب عليها لا يشغله عنها شاغل نعم